استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري كما استقبل الرئيس السيسي المبعوث الرئيسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كاري وفي اجتماع آخر استقبل الرئيس السيسي وفدا من الأليات الأفريقية للمراجعة النطرق استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نيكولا ساركوزي رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أرحب بالرئيس الفرنسي الأسبق ضيفا في مصر مشيدا سيادته بالمسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في الوقت الراهن على كافة الأصعدة ومعربا عن التقدير للإسهام الشخصي وما قام به الرئيس ساركوزي في تدعيم هذه العلاقات من جانبه عبر رئيس ساركوزي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ومبديا إعجابه الشديد بالمشروعات التنموية اللافتة التي تشهدها مصر حاليا بقيادة السيد الرئيس والتي تعتبر امتدادا لعظمة الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد جون كاري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى جانب السفير جوناثين كاون سفير الولايات المتحدة بالقاهرة وقد رحب السيد الرئيس بزيارة المبعوث الأمريكي إلى مصر وعقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المصرية الأمريكية حول تغير المناخ خلالها وذلك كأحد نتائج الجولة الأخيرة للحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة معربا سيادته عن التطلع لاستمرار التشاور مع الجانب الأمريكي حول موضوعات تغير المناخ خلال الفترة القادمة في إطار الشراكة بين مصر والولايات المتحدة وتحضيرا للقمة العالمية للمناخ كوب 27 والمقرر عقدها بشرم الشيخ في نوفمبر القادم حيث أكد السيد الرئيس أن مصر ستبني مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لتلك القمة وأنها ستأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف كافة الأطراف وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته خاصة ما يتعلق بخفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وحجد تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية من جانبه أعرب السيد جون كاري عن سعادته بلقاء السيد الرئيس مجددا مؤكدا ثقة الجانب الأمريكي في قيادة مصر لقمة المناخ المقبلة وحرصهم على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في هذا الإطار وذلك لدفع الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ كما أشاد المبعوث الأمريكي بما يلمسه المجتمع الدولي من جدية حقيقية من جانب السيد الرئيس تجاه عمل المناخ الدولي والتحول الأخضر وهو ما عكسته جهود مصر على المستوى الداخلي وكذلك الدولي من خلال مشاركة السيد الرئيس في قمة رؤساء الدول والحكومات على هامش مؤتمر جلاسجو العام الماضي فضلا عن المشاركة مؤخرا في مؤتمر محيط واحد في مدينة بريست الفرنسية ومن بعدها رئاسة سيادة للمائدة المستديرة حول تغير المناخ خلال القمة الأفريقية الأوروبية الأخيرة ببروكسل مؤكدا أهمية هذه الجهود في التعبير عن شواغل الدول النامية خاصة الأفريقية فيما يتعلق بتعزيز عمل المناخ بها وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التبحث بشأن سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين من خلال مشاركة الشركات والمؤسسات الأمريكية في جهود مصر للتحول إلى مركز للطاقة والأهداف الطموحة التي تتبناها في هذا المجال وفي مقدمتها انتاج الهايدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشاريع النقل منخفض الكربون والنقل الكهربائي خاصة وأن مصر قد اتخذت خطوات فعالة في سبيل تهيئة المناخ المحفز للاستثمارات في هذه المجالات سواء من خلال إصدار وتعديل القوانين والتشريعات المطلوبة أو من خلال توفير آليات تمويل مبتكرة للمشروعات الخضراء مثل السندات الخضراء التي طرحتها مصر مؤخرا كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء وذلك برئاسة البروفيسور أدوارد مالوكا المدير التنفيذي لسكرتارية الآلية وبحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية للآلية وقد أشاد السيد الرئيس بالدور الذي تقوم به الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء في دعم الجهود التنموية للدول الأفريقية ومساعدتها على الارتقاء بقيم الديمقراطية ومتابعة تنفيذ الدول لاستراتيجياتها التنموية اتصاقاً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية الفين وثلاثة وستين كما رحب السيد الرئيس بإطلاق التقرير الخاص بمصر في إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء مؤكداً سيادته حرص مصر على دعم الآلية بصفتها إحدى الدول المؤسسة لها والتعاون معها لتعزيز عملها والذي يتمثل في إرساء الامتثال الأفريقي لمبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان خاصة في ظل إيمان مصر بمحورية تلبية حقوق المواطنين في حياة كريمة وآمنة تؤمن لهم فرص التنمية المستدامة وهو الأمر الذي تجسد في جهود الدولة المصرية من خلال المبادرات الصحية المختلفة وأبرزها القضاء على فيروس سي وكذلك مبادرة حياة كريمة إلى جانب جهود التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا كافة الجهود الأخرى التي تهدف إلى الارتقاء بجميع منح الحياة للمواطنين فضلا عن الجهود في مجال حقوق الإنسان من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية وكذلك تمكين المرأة ودعم الشباب وأوضح المتحدث الرسمي أن وفد الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء أعربوا عن تشرفهم لمقابلة السيد الرئيس مثمنين الخطوات الجادة التي تبنتها مصر في مجال الحوكمة بمحاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة ما يتعلق بالاستثمار في الشباب وتأهيلهم وتمكين المرأة إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر 2021 والبدء في تنفيذ محاورها المختلفة وكذا تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري فضلا عن جهودها الحثيثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وهو ما ساهم في أن تكون مصر من الدول المعدودة على مستوى العالم التي تحقق معدلات نمو إيجابية خلال العامين الماضيين على الرغم من جائحة كورونا كما أشاد الوفد بالدور المصري الرائد على مستوى القارة لتعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك إلى جانب تقديمها الدعم اللازم بمختلف صور إلى أشقائها من الدول الأفريقية في المجالات التي تتميز بها المؤسسات المصرية على صعيد حقوق الإنسان والعمل الإداري والتخطيط الاقتصادي وتأهيل الكوادر البشرية بما يؤكد صدق الجهود المصرية لتعميق عملية الإصلاح الشامل في القارة الأفريقية وعلى حرص مصر على الالتزام بتنفيذ الأهداف التنموية الأفريقية والتي لن تتحقق إلا من خلال إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تمثل عنصرا ضروريا لبناء دولة وطنية قوية